السلام عليكم جميعا معاكم دكتور عمر شكوري طبيب اختصاص جراحة إصابات وطوارئ اليوم راح نكمل محاضرات الباطنية المحاضرة السابعة اللي هي تكملة الغدد الصم أول موضوع راح نحكي عنه هو الهايبوبيتويترزم هي قصور الغدة النخامية يعني مثل ما حكينا قبل بالمحاضرة السابقة بالPrinciples of Endocrinology حكينا أنه الغدد النخامية البتويتري جلاند اللي فوقه هو الهايبوثالمس هيبوثالمس ينطي إعاز معين إلى البتويتري جلاند البتويتري جلاند تفرز إعاز معين أو هرمون معين يغوح يحفز مثلا يحفز الأوريز يحفز الثايرويد إلى آخره من الغدد الصم حتى تنتج هرمونات الرئيسية اللي يحتاجها الجسم والفيدباك هي اللي توقف إنتاج البتويتري أو توقف إنتاج الهايبوثالمس طيب أول موضوع اليوم هايبوبيتويترزم يعني قصور الغدة النخامية يعني أش معناته؟ بكل بساطة معناته كلش سهل اللي هو يعني قلة إفراز الانتيرير بتويتري هرمونس أشنو الأسباب؟ يعني الكوزز بيها ثلاث مستويات الكوزز are three levels إما تكون مشاكل عندي بالهايبوثالمس فتؤدي إلى قلة إفراز الهايبوثالمس وقلة تحفيز البيتويتري فالبيتويتر يصير بيها هايبوبيتويترزم إما بالبيتويتر ستاك بالبيتويتر ستاك اللي هي خلي نسميها الساق الساق الخاص أو الطريق الرابط ما بين الهايبوثالمس مع البيتويتري يصير بينه مشكلة يعني شغلات بالدماغ مثل أشنو؟ التروما الإصابات اللي تأثر على الدماغ السيرجري اللي على الدماغ أو أكوماس ليجين يعني أكو ليجين بداخل الدماغ أكو كتلة بداخل الدماغ يسموها هاي الكتلة مثل إيش؟ مثل كرينيو فارنجيوم كرينيو فارنجيوم نوع من أنواع أورام الدماغ أو ميننجيوم اللي هي أغشية الميننجيس الخاصة بالدماغ يصير بيها تورم أو الشرايين ما للدماغ يصير بيها تورم مثل الكاروتيد آرتري أنيوريزم يعني بكل بساطة الطريق الخط الرابط ما بين الهايبوثالمس على البيتويتري يسمونه بتويتري ستالك هذا صار علينا مشاكل فأدى إلى قصور الغدة النخامية الأسباب الطريق الثالث هي البيتويتري نفسه البيتويتري نفسه الغدة هاي نفسه ممكن يصير بيها سرطان تيومر ممكن يصير عليها إشعاع الراديشن ممكن تلتهب انفلميشن ممكن اوتو ايميون يعني جهاز المناعي يهاجمه ممكن يصير بيها انفلتريشن يعني قد يكون ميتاستاسيز مثلا اللي هي نسميها المضاعفات اللي يسببها السرطان ممكن أميلويد ممكن هيموكروماتوس يعني أسماء لأمراض معينة أو ممكن يصير بيها اسكيميا يعني اسكيميا يعني يصير دم قليل لأي سبب كان فيؤدي إلى أنه البيتويتري نفسه يصير أبوبلكسي البيتويتري أبوبلكسي يعني الغدة النخامية تضمحل أو مرض اللي نسميه شيهان سندروم يعني هي كأسباب أريد تفتهموها أكثر مما هي حفظ ما بيها أي شيء حفظ لازم تفتهمون أنه هي ثلاث طرق أما البيتويتري بي مشكلة أما البيتويتري ستورك بي مشكلة أما البيتويتري نفسه يكون بيها مشكلة ويعني مجرد أنه تعرفون هاي فقط يعني فقط تفتهموها وتطلعون على الأسماء مالتها طيب بالنسبة للفيتشر الفيتشر يعني الفيتشر اللي غاح تصير عندي الفيتشر اللي غاح تصير عندي الأعراض اللي غاح يسببها هذا الشيء اللي غاح يسببها قصور الغدة النخامية هي كالتالي هي أعراض تكون بسبب نقص الهرمونات اللي تفرزها يعني أنا من عندي مشكلة بالغدة وهوني نجي على الربط مع المخطط اللي كثيرين طلبتم مني أشرحوا بتفاصيل لكن هوني راح تفتهمون التفاصيل الامسيكيوات تجي من هوني يعني تجي من هذه المواضيع احنا اتفقنا بالمخطط السابق أنه أكو أكثر من يعني المصنع مالتنا الهايبوثالوس هو الرئيس والبيتويتري هو مدير قسم الإنتاج اتفقنا أنه ينتج أكثر من هرمون فهوني غاح نجي على كل هرمون إذا صار بينه نقص أش راح يعمل يعني أنا لما عندي الغدة بيها مشكلة الغدة النخامية صار عندي وغاها الهرمونات اللي راح تفرزها بيها مشاكل أول هرمون ممكن ينقص عندي هو الـ الـ هو هرمون هو هرمون النمو أو الهرمون المسؤول على النمو أش راح يصير راح يصير عندي كالتالي أول شيء خلنا أخذ الأشياء السهلة أنا لما نقص الهرمون ما للنمو أش راح يعمل راح تقل قوة الإنسان يعني تقل ويقل يعني الكفاءة الجسمانية وتقل يعني تقل قابلية الإنسان على عمل التمارين والكاردياك آوتفوت فعالية القلب أيضا تقل وكذلك كعظام كعظام يصير بيها أوستيوبوروس أوستيوبوروس اللي هو يعني هشاشة العظام يعني خلينا نقول العظام المادة الأساسية ما للعظام تخف عندي لأن الـ growth hormone عندي بينه مشكلة والجلوكوز بالجسم أيضا يقل بالإضافة لهذا أش راح يصير بالشراهين يصير الآثيروس يسميه الآثيروس وكذلك الأوبسيتي يعني تظهر عند الإنسان السمنة الوسطية يعني البطن يزداد الحجم ماله لكن الجسم يقل بصورة عامة أيضا يصير عندي dry skin بهذا المريض فلازم تعرفوها كأشياء منطقية ما شي صعب والـ growth hormone إذا قل راح يقل كل شي بالجسم راح يقل كل شي بالجسم من ناحية من ناحية الشرايين راح تقل كفائتها يصير بيها تصلب من ناحية الوزن راح يتكدس وزن مال الإنسان بالوسط يسميه central obesity من ناحية الـ skin راح تصير جافة من ناحية strength راح تقل well-being راح يقل exercise ability راح تقل cardiac output راح يقل العظم راح يصير بينه هشاشة الجلوكوز راح يقل طيب هذا أول هرمون من الهرمونات اللي تفرزها العودة النخامية الـ pitotereglan طيب ثاني نوع هما الـ gonadotropin gonadotropin هذول الهرمونات اللي تغوح باتجاه المبايض مع المرأة وتغوح باتجاه التستس للرجل طيب نجي ناخذهم واحد واحد بالنسبة للgonadotropin أنا لما صار بيهم قلة فبالفيميل أش راح يصير وبالميل أش راح يصير بالفيميل أش راح يصير طبعا أنا لما عادة وصل هرمونات قليلة باتجاه المبايض بمعنى المبايض راح تشتغل بصورة قليلة وأيضا تتأثر أنه تنطي هرمونات قليلة فبالتالي يصير عندهم انقطاع أمينوريا انقطاع الدورة الدموية أو أوليجومينوريا يعني يتقل الدورة الدموية يصير بها انقطاع بالنسبة للخصوبة ما للمرأة أيضا راح تقل عند هاي المريض اللي عنده LH وFSH قليل أيضا الليبيدو اللي هي الرغبة الجنسية أيضا راح تقل عند المرأة وأيضا كذلك osteoporosis والي هو هشاشة الأظام والبريست أيضا البريست للمرأة غاح يبدي يصير بينه ضمور أتروفي وكذلك راح يصير عندهم disparyonia اللي هي آلام أثناء الجماع بالنسبة للرجل أش راح يصير عنده الرجل لما راح تقل الFSH والLH بالنسبة له أو الكندوتروفين هذا التروفين هذا الطريق غاح يصير عنده مشاكل بالانتصاب وأيضا تقل الليبيدو يعني الريكتال ديسفنكشن والليبيدو ما الإنسان تقل وكذلك العضلات الجسمانية المصل البلق ما الإنسان أيضا ما هذا الرجل تقل وكذلك Hypognadism Hypognadism يعني تصغر الخصية لهذا الرجل وكذلك Hair All Over The Body الشعر اللي موجود على جسم هذا الرجل يبدي يقل والحجم يعني The Ejaculated Volume أيضا يقل اللي هو حجم الحيوانات المنوية كلها تقل وكذلك حتى إنتاج هذه الحيامن راح يقل يعني Decrease Spermatogenesis فاذا تشوفون أنا لمن البتويتري بيها مشكلة قللت الهرمونات يعني ضربت كل السيستم بعد الإنسان ضربت أكثر من مكان لأن عدة هرمونات هي تنفرز منا طيب النوع الثالث من الهرمونات الأساسية مع الغدة النخامية اللي هي TSH اللي هي Thyroid Stimulating Hormone اللي هي الهرمونات المسؤولة على تحفيز الغدة الدرقية حتى تفرز الثيروكسين أنا لما TSH يقل سيصير عندي Hypothyroidism يعني تقل الغدة الدرقية تقل الغدة الدرقية آخر شيء الأي سي تي إيج الأي سي تي إيج هو اللي يحفز للغدة الكاظرية يحفز للغدة الكاظرية اللي هي Adrenal Gland فأنا لما الأي سي تي إيج يقل راح يصير عندي قصور بالغدة الكاظرية يسموها Adrenal Insufficiency طيب أنا شون أجي من أغيد أفحص البتويتري هاي المشاكل اللي صاغت بالهايبو بتويتريزم أنا أش أجي أفحص أجي أولا أعمل فحوصات هرمونات كامل يسموها Basal Test يعني فحص هرمونات كامل حتى أخذ النتيجة الحالية وأبني عليها الفحوصات المستقبلية أهم فحص أهم فحص لإكتشاف مشاكل البتويتري جلاند هو الرنين الرنين المنه الرنين للدماغ طبعا رنين الدماغ وتبعاته راح يطلع للحجم والمشاكل إذا أكو ضغط عليها يعني أقصد إذا أكو ليجين فأي بتويتري ليجين راح يطلع وأي هايبو ثالاميك ليجين راح يبين عندي بالرنين اللي هو MRI ما رأي ماغنتيك ماغنتيك ريزونان إيميجين ماغنتيك ريزونان تيست طيب التريتمين كلش سهل أنا عندي بتويتري عالتفرز هرمونات بصورة قليلة المصنعين ينتج بصورة قليلة أوكي أجيب له إنتاج من خارج البلد اللي هو يسمونه هرمون الريبليسمنت أجيب له إنتاج من برة وعوض هذا النقص اللي بينه طيب ثاني شي ناخذ البيتويتري تيومر البيتويتري تيومر يعني أمراض السرطانية الخاصة بالغدة النخامية غالبا غالبا أغلب الحالات أغلب الكيسات هي بيناين أدينوما بيناين أدينوما يعني حالات خفيفة وبيناين حميدة طبعا تم قسم قسمين قسم سمونه مايكرو صغيرة أقل من واحد سنتيمتر مايكرو أدينوما والآخر ماكرو كبيرة ماكرو كبيرة أكثر من واحد سنتيمتر طيب من ناحية الهيستولوجي من ناحية الهيستولوجي كالتايب الهيستولوجي كالتايب يعني على المستوى النسيجي يعني أنا من أخذت خزعة هذا السرطان الموجود بالويتس تريد الزيتون وخزعة أش راح يجيني احتمالية أنه يجيني ثلاث أنواع إما يجيني إما يجيني كروموفوب اللي هو غالب الناس 70% إما يجيني أسيدوفيل 15% أو بيسوفيل 15% الأسيدوفيل شوفوا الكانسر يعني راح يفرز هرمونات أزيد الكانسر غالبا راح يفرز هرمونات أزيد فالأسيدوفيل أدينوما راح يفرز للغروث هرمون أو برولاكتين هرمون برولاكتين هرمون أنه يعمل local pressure بالدماغ السمتومس اللي غاها تصير السمتومس اللي غاها تصير تعتمد على الهرمونات يعني تعتمد هرمون هرمون ونتيجة البرجر يعني هش نو نتيجة البرجر أنا لما نزيد الضغط يعني أنا عندي كتلة صغيري تورمت داخل الدماغ بتعمل البرجر فهذه أش ممكن تأثر ممكن تأثر على الدماغ بحيث تخلي الإنسان يقع يفقد وعي يصير بينه شمرات إلى آخر هاي سموها بريجر سيمتم يفقد وعي يصير بينه اختلاجات اللي هي كومفولشن أو فت اللي هي شمرات أو ممكن المشاكل هرمون يعني مثلا أنا عندي أشخاص أو مرضى يصير عندهم هايبر برولاكتينيميا هايبر برولاكتينيميا سطبعا رح نأخذها بعد شوية أشنو إنسان يعني يصير عنده إفراز البرولاكتين هرمون كثير فيؤدي إلى حالا نسميها غالكتوريا غالكتوريا أشنو هي غالكتوريا غالكتوريا يعني إفراز اللبن يعني يصير عندهم حليب بالثدي ممكن يصير حتى بالرجال وهذا الشيء نتيجة البتويتري اقلان أو ممكن العكس يصير بهم أعراض الهايبو بتويتريزم يعني هو سرطان هو بتويتري تيومر ممكن يصير ينتج هرمونات زيدي وممكن يصير يثبت أو يخفف يخلي بتويتري ما تشتغل بصورة طبيعية فيصير عندهم هايبو بتويتريزم فصار عندي كأعراض للتيومر هي مثثاثي إما بريجر عيعمل هذا لتيومر لأن تيومر يعني سرطان وكبر مكان وكبر حجمه إما هرمونات عييفرز كيفو فيصير عندهم مثلا غالكتوريا كمثال يعني غالكتوريا أو يصير عندهم هايبو بتويتريزم طيب أنا الشونج أتعامل معانو كتريتمنت للبيتويتري تريتمنت للبيتويتري تيومر بكل بساطة بكل بساطة البيتويتري عندي تريتمنت مالته ثلاث أشياء خلينا عمل رقم اثنين نعملهم واحد وثلاثة واربعة نخليهم واحد اثنين ثلاثة أولا ممكن أستخدم أدوية كأي سرطان بصورة عامة واحد أستخدم أدوية اثنين أستخدم عملية جراحية ثلاثة أستخدم إشعاع فأولا الأدوية الأدوية أش ننطي هرمون الربليسمينت يعني الهرمون اللي معي ينفرز منه أنطي بديل اللوة يعني مباشر مصنع معي يصنع لبناطير أجيب بناطير أستورد من الخارج فهي يسموها هرمون الربليسمينت ثانيا إذا ما فات أنا رح أعمل السيرجري السيرجري مزهين حتى أشيل البتويتري جلاند وأبدأ عوض فقط هرمونات ثالثا إذا أنا عملت السيرجري لكن صار عد المريض ريكرنس أو ضلب أجساء يعني باقية من بتويتري جلاند أو بتويتري تيومر أشي أعمله أعمله إشعاء راديو ثيرابي راديو ثيرابي هذا يعني أو مثلا يسمونه ستيريو تاكتك ستيريو تاكتك نسمينه هذا النوع الراديو ثيرابي لهذا المريض ستيريو تاكتك هون نستخدمه اللم من الراديو ثيرابي مثل ما اتفقنا للي عنده رزجول رزجول يعني بقايا من هذا التيومر وأو اللي عنده ريكرينت أدينوما ريكرينت بتويتري أدينوما يعني كان رجعت له مرة ثانية استفاد من الراديو ثيرابي أيضا أيضا استفاد من الراديو ثيرابي للمريض اللي ما عاد يسيطر علينا يعني من ناحية هرمونات يعني المريض اللي عاد تفرز الغد ما له هرمونات بالإشعاء نثبت الغد بحيث تقوم تفرز بصورة معتدلة يعني نورملايزيشن أنه نرجع للنورمال نرجع للنورمال طيب فدم الله هذا صغيري أنه أنا السيرجري السيرجري إشون تنعمل هاتة الغد النخامية أكو عمليات نسميها ترانس سفينويد اللي هي عن طريق عظم السفينويد اللي هي عملية ندخل بيها بناظور عن طريق الأنف ثم على السفينويد إذا تتذكرون بالأنتوم يأخذنا سفينويد بون ندخل عن طريق الأنف ثم عن طريق السفينويد ثم نصل للغدة البتويتري ونشيل نعمل إكسجن أو إذا كانت كبيرة تدمر ربح ترانس فرونتل عبروش ترانس فرونتل يعني عن طريق خلي نقول فتح بالرأس يعني فتح جراحي بالرأس هذا فتح بالرأس خصوصا اللي عندهم يسموها Supraceller Extinction يعني اللي المال بينه امتدادات اللي بينه امتدادات اللي بينه امتدادات ما نطقي نفوت له عن طريق الأنف النفوت له عن طريق نفتح الرأس اللي هي transfrontal فخلوا ببالكم انه اغلب العمليات تنعمل عن طريق trans most pituitary surgery وين هذا MCQ most pituitary surgery is trans sphenoidal عن طريق الانف خلي نسميها لكن but if there is supra seller extension لا ما رح يفيدنا هوني رح نفوت عن طريق فتح الدماغ اللي هو transfrontal طيب هاي النوت اللي عبغناها هاي النوت اشنو طبعا يعني هي مكانة ما هوني المفروض تتخلى بعدين من نحكي على thyroid لكن جابوها حطوها هوني المهم هاي المحاضرة يقول بيها هاي الملاحظة يقول بيها الستيرويد أدوية الستيرويد must be giving او ensure يعني كون على تأكد من انه الستيرويد تنعطي قبل ما ننطي دواء الليفوثايروكسين اللي غاح نستخدمه بعدين لما عندي مشاكل بالغدة الدرقية ما عاد تفرز ليش ليش نستخدم الستيرويد قبل ما ننطي الثايروكسين الليفوثايروكسين لين الثايروكسين غاح ممكن يعمل حالة participate an adrenal crisis اللي هي يعني حالة من top emergency فتحالة خطرة يتخربط الجسم ضغط الدم يختلف الأمة كلها تختلف مهم انتم بس احفظوها كنوتي يعني لازم تعفوها انه لازم استخدم الاستيرويد قبل ما انطي ثايروكسين لين الثايروكسين يعمل adrenal crisis اللي هي حالة top emergency واحنا ما نغيد المريض يصير عنده adrenal crisis فدائما انطي استيرويد قبل الليفوثايروكسين ناخذ break ونرجع نكمل بعد شوية ترجمة نانسي قنقر